موسيقى 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 اليوم إن شاء الله رح نبلش بسكشن 2.2 اللي هو بيحكي لنا عن المت وفق فنكشن أول شي قبل ما أحكي شوي عن المت وفق فنكشن بدي أعرف بدي أعرفكم على مفهوم المت المت هي عبارة عن النهاية اللي كنتوا تأخذوها بالتوجيهة حس خلينا نجي نبلش بحكي لنا في عنا هون إنه إحنا منكتب ويرايت خلونا نتعرف على شكلها بالرموز الرياضية ويرايت الليمت لأفل اكس كيف منكتبها بالرياضيات بهاي الصورة لما اكس تقترب من ايه تساوي تمام حسا هاي إحنا هيك منعبر عن الليمت بالصورة الرياضية طب كيف رح نقرأها رح نقرأها إنه هي عبارة عن الليمت للإقتران أفل اكس يعني أفل اكس رح ندرس سلوك الإقتران عند النقطة معينة يعني هون رح ندرس سلوك الإقتران عند لما اكس تقترب من ايه فبدي أشوف شو هو سلوك الإقتران عند هاي النقطة ثم حسا بحكيلي هون مثلا لو احنا بلشنا نتعرف عن الليمت بهاي الطريقة لو جينا أخذنا اكسامبل بحكيلي أفل اكس اللي هي بتساوي 2 اكس تربيع ناقص خمسة اكس زائد 2 على اكس ماينس 2 بس طبعا بحكيلي اكس ما بتساوي 2 لأنه رح تخليلي المقام صفر فانا لو اجي احكي لكم مثلا بدي أفل 4 أفل 4 نرجع بنعود بالاقتران اللي هي عبارة عن 2 ضرب 16 ناقص 5 ضرب 4 على 4 ناقص 2 رح يطلع معي ساوي 7 طيب لو حكيت لكم بدي مثلا أفل 1 أفل 1 دم ارجع اعود بالاقتران رح يطلع معي ساوي 1 تمام نشوف افل 2 افل 2 ارجع اعودوا بالاقتران رح يطلع معكم صفر على صفر طبعا احنا منعرف انه صفر على صفر هي كمية غير عينة تمام انا شو بستفيد من هال حكيلي يعني لسه ما وصلت لللمن لو جيت حكاتي لكم مثلا انا جيت من الجد والهي هون عندي ايس هون افل اكس مثلا جينا اخذنا قيم لمين قيم الاكس خلونا ناخد مثلا واحد ونص مثلا اللي هي واحد ونص واحد بوين تسعة مثلا واحد بوين تسعة وتسعين واحد بوين تسعمية وتسعين واحد بوين تسعمية وتسعين مثلا لو نرجع نعود كل قيمة من هدول القيم بالاقتران يلي كان معنا رح يطلع مثلا صورة الواحد ونصف تنين الواحد بوينت تسعة مثلا تنين بوينت تمانية الواحد بوينت تسعة وتسعين تنين بوينت تمانية وتسعين هاي مثلا تنين بوينت تسعمية وتمانية وتسعين تمام طب لو اجي اوخذ مثلا هون قيم اكس تنين ونص اوخذ تنين وواحد تنين وواحد بالمية تنين وواحد بالألف صورهم لما نعوض بالاقتران رح يطلع معي أربعة تلات بوينت تنين 3.2 بالمية 3.2 بالألف طب أنا شو بستفيد من هالحاكة حسنا لو أجي أحكي لكم قيم X يلي هون هدول لوين بتقترب يعني مثلا انتوا عندكم خط أعداد هيك في واحد تنين ثلاث إلى آخر هي هل معقول انه قيم X أجي أحكي انه هي بتقترب للثلاث لا يعني شوفوا القيم واحد ونص واحد وتسعة واحد تسعة وتسعين واحد تعمية وتسعين مثلا فهي بتقترب لوين للثنين إذن قيم X هون تقترب للثنين طب صورهم لوين بتقتربوا حد يجاوب تمام صورهم لوين تقترب صورهم رح تقترب عنا للثلاث فاهمين ليش للثلاث آه تمام نجل عند الجدول الثاني الثنين ونص الثنين وواحد الثنين وواحد بالمية هاي برضو بتقترب لمية تقترب للثنين صح يعني الثنين وواحد هي أقرب للثنين ولا أقرب للثلاث أكيد أقرب للثنين والثنين وواحد بالمية نفسها هون هدول أقرب للثلاث إذن لو أجي أحكي لكم الليمت لا أفل إكس للإقتراني اللي كان معنا ببداية السؤال لما إكس بتقترب من وين من التنين بساوي ثلاث بس في شرط أنا قيم إكس القيم هدول أنا بحكي عن الجدول الأول هدول بقتربوا لإكس من أي جهة بقتربوا للتنين من أي جهة من جهة اليسار مش هم هون بيجي موقعهم فإذن معناها نجي نحط إشارة سالب صغيرة هاي السالب مش معناها تنين سالب هاي السالب اللي هو بقترب للعدد تنين من جهة اليسار لو حطيت موجب تنين من جهة اليمين فالأعداد اللي بقتربوا للتنين من جهة اليسار الليمت لإلهم ثلاث طيب لو أجي أحكي مثلا الليمت لأفل إكس لما إكس بتقترب من مين من التنين بس مين من التنين من جهة اليمين صح يعني التنين واحد تنين واحد بالمية هدول بعد التنين فإذاً بنحط إشارة موجب فشو بتساوي؟ طلعت معنا بتساوي ثلاث إذن إحنا رح نستنتج قاعدة اللي شو هي هاي القاعدة؟ اللي هي القاعدة بتحكي لنا إنه اللي هو definition حتى limit لف الـ x لما x بتقترب من a بشكل عام بتساوي l إذا وفقت إذا if and only f هاي سألتوا عنها بالامتحان هيك يعني ممكن نرمز لها رمز هيك سهمين بتتجاههم يعني إذا وفقت إذا limit لف الـ x لما x تقترب من a من جهة اليمين لازم تساوي limit لف الـ x لما x بتقترب من a من جهة اليسار طبعاً شو لازم التنتين تساويين l كيف يعني لما أجي أحكي لكم if and only f يعني كيف النظرية باتجاههم لو إحنا نيجي نمشي الاتجاه الأول اللي هو هيك إحنا معشياً لما يحكي لي بالسؤال limit لف الـ x بساوي l لما x بتقترب من a إذا أنت لقائي بس أنتج لإتجاه الثاني صحيح إنه هو limit لف الـ x لما x تقترب من a من جهة اليمين هي نفسها limit لف الـ x لما x تقترب من a من جهة اليسار اللي هو بساوي l طب لو آجي أمشي بهاي الجهة مش إحنا حكينا بتساهمين لو أمشي بهاي الجهة هيك limit لف الـ x لما x تقترب من a لليسار هي نفسها limit لف الـ x لما x تقترب من a لجهة اليمين سنتين متساويات إذن limit بشكل عام لما x بتقترب عندي للعدد اللي هي بتساويهم وبتكون شمالها بتكون موجودة يعني عشان نحكي لما يطلب مني limit لف الـ x لما x تقترب من عدد إحنا لازم نفحص من اليمين ونفحص من اليسار إذا اليمين واليسار متساويات معناها خلص limit لف الـ x اللي هي بتساويهم تمام هيك؟ في أي سؤال؟ تمام نجي نكمل في عنا إشي اسمه one sided limit شو يعني one sided limit؟ إنه limit من جهة واحدة كيف يعني؟ بحكي لي هون definition إحنا رح نكتب we write limit لف الـ x بتساوي L لما x بتقترب من A من جهة اليسار مثلا إذا هاي بنسميها إحنا one sided limit يعني إحنا جينا أخذنا الليمت من جهة واحدة اللي هي لما لما تكون عندي A من جهة اليسار هاي كيف بنقرأها؟ رح نقرأها لنه هي عبارة عن limit of the function fx as x approaches A from left equal L يعني السالب اللي هي رح تكون شو معلها بنحكي لها left نفس الحكي لو أجي أحكي limit لف الـ x بتساوي L لما x بتقترب من A من جهة اليمن نفس الحكي هاي تعتبر one sided limit بنقرأها نفس الأشي لكن بنحكي approach A from right equal L هاي هو قصدم فيها one sided limit إنه إحنا رح نأخذ من جهة واحدة في هاي سؤال قبل ما نأخذ example نجي نشوف في عندنا هون example بيحثي لنا The graph of a function g is شون اللي هوم عطينا إياه ومرجينا إياه Use it to state the value the values if it exists and follow اللي هو بحكي لنا بالسؤال إنه هو معطينا رسمي للإقتران g إحنا رح نستخدم هاي الرسمة ونجي نطلع اللي هي قيم الأشياء اللي هو يطالبهم نشوف شو طالب مننا نطلع قيم طالب مني أطلع A limit لجيل x لما x بتقترب من 2 من جهة اليسار كمان طالب مني أوجه بالlimit لجيل x لما x بتقترب من 2 من جهة اليمين وطالب نوجد المit لجيل x لما x بتقترب من 2 مش بس هيك طالب طالب عند الخمسة يعني المit لجيل x لما x بتقترب من 5 من جهة اليمين كمان من 5 من جهة اليسار ومن خمسة. هذان هم المطالب يلي طالبهم. خلونا نشوف شو هي الرسمة يلي معطينا إياها. هو يرسملنا الرسم هيك. حكي لنا عند الثنين في دائرة مفتوحة عند الواحد وعند الثلاث وعند الخمسة شوي أرسم الخمسة عند الخمسة صورتها واحد دائرة مفتوحة هون دائرة مفتوحة عند الثنين وهيك رسم لنا الرسمة. وهاي هيك. تمام. حسا هو خلونا نتذكر كان أول إشي طالب مني الليمين للجيل X لما X بتقترب من وين من الثنين من جهة اليمين. حسا أول إشي هو طالب من وين من الثنين من جهة اليمين صح? حسا أنا بروح الرسمة بتطلع على الثنين. هاي الثنين عنا هون. بتطلع جهة اليمين يعني المنطقة اللي أكبر. يعني هون. هاي جهة اليمين هون. بطلع خط بشوف هو قطع المنحنة عند القيمة مين عند القيمة واحد. يعني قصدوا اثنين من جهة اليمين يعني الأعداد اللي بتقترب من الثنين من هاي الجهة هيك يعني. فإذا طلعت معنى اللي بتساوي واحد. تمام. كان طالب برضو الليمت لجيل X لما X بتقترب من الثنين من جهة اليسار. بما إنه من الثنين من جهة اليسار واني مروح من الطلع. نطلع على الثنين. فأنا عندي قبل الثنين بطلع 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 عندي الثلاث. إذا طلع معي بساوي كم ثلاث. حسنا مش حد يحكي التنين من جهة اليسار. إذا نخلص هيون عند الدائرة المفتوحة. لا. إحنا هاي دائرة المفتوحة عند التنين بالضبط. إحنا رح ناخذ عداد أقل من التنين شوي. فأقل من التنين بشوي قطعه المنحنة عن الثلاث. حسنا هو كان طالب بالنهاية بده الليمت لجيل X لما X تختار من التنين بشكل عام. وإحنا بنشوي حكينا بالدفينيشن. لما يطلب مني الليمت عند النقطة بدأ أشوف من اليمين ومن اليسار. فإحنا عنا إذا تساوي من اليمين ومن اليسار إذا خلص عند النقطة بتساويهم. فهون إحنا عنا من اليمين شكل ومن اليسار شكل إذا معناه هون داز ناط إجزاف. مش موجودة ليه لأنه الليمت من اليمين ما بتساوي الليمت من اليسار. تمام هيك؟ طعم بدي أخلي الرسمة موجودة عشان نطلع عند الخمسة. هاي الرسمة هون. حاكي لنا بدي الليمت لجيل X لما X بتقترب من الخمسة الليمت لجيل X لما X بتقترب من الخمسة من جهة اليسار. هسا منتطلع بنروح عند الخمسة. بنشوف عدد أقل منها بشوي. يعني مش برضو نمشي كثير أقل منها بشوي. فمنتطلع. هاي هون اطلعوا 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 وين رح يجي. رح يجي عند وين رح يجي عند التنين. إذن هاي بتساوي تنين. هاي إذا مش واضحة. هاي شوفوا كيف قبل الخمسة لما نطلعوا رح يجي عند التنين. هاي الدائرة المفتوحة عند الخمسة بالضبط. طيب لو حكات الليمت لجيل X لما X بتقترب من الخمسة من جهة اليمين. من جهة اليمين أنا رح أخذ عدد أكبر من الخمسة بشوي. يعني هون. بيكون بديو يقترب من هون. فإذن هو برضو صورته تنين. إذن الليمت من اليمين الليمت لجيل X لما X بتقترب من الخمسة من جهة اليمين تساوي تنين. إذن الليمت للإقتران جيل X لما X بتقترب من خمسة كم بيساوي تنين. لأ لأ إنه الليمت من اليمين طلعت معنا هي نفسها الليمت من اليسار. إذن الليمت عند العدد شمالها رح بتكون موجودة هو بتساوي مين بتساوي اللي بتساوي خمسة فيه اي سؤال لهون قبل ما اكمل فيه اشي مش مفهوم تمام نكمل بحكيلي هون حسا بدنا نشوف infinite بحكيلي هون اللي هو اللي هو شو معطيني طالب مني اوجد اللي مات هون اول واحد بحكيلي قفل اكس لي بتساوي واحد على اكس لما اكس تقترب من صفر تمام نيجي نبلش اهو طالب مني اللي مات لاقتران معي لما اكس تقترب من صفر اولي الشي حكيال بنروح منشوف من اليمين ومن اليسار صح دعونا نجي نأخذ الليمت لواحد على X لما X تقترب من صفر من جهة اليمين حسنا نحن نعرف أن رسمة الواحد على X من الرسمات المعروفة مش لازم ننساها اللي هي اللي هي هيك هاي رسمة الواحد على X نتطلع لما X تقترب من صفر من جهة اليمين يعني أكبر من الصفر بشوي يعني هون هيك تقريبا طب نتطلع لو نجي نأخذ عدد أكبر من الصفر بشوي لوين صرته رايح لعندي المالة نهاية إذن الليمت لواحد على X تقترب من صفر من جهة اليمين يساوي مالة نهاية طب لو نجي نأخذ لما X تقترب من صفر من جهة اليسار نحن نتطلع من صفر من جهة اليسار نأخذ عدد أقل من الصفر بشوي هيخدوا عدد هون مثلا انزلوا انزلوا صورة طلوين لتحت للسالب ما لا نهاية إذن كم طلع معنا؟ سالب ما لا نهاية إذن بالنهاية الليمت لواحد على X لما X تقترب من صفر شمالها رح تكون تزنط exist تزنط exist يعني غير موجودة ليه؟ لأنه الليمت من اليمين ما ساوى عندي الليمت من اليسار إذن معناها الليمت عند هاي النقطة تزنط exist واضحة؟ نجي نشوف شو طالب منا بحكي لنا ثاني اقتران اللي هو فقفل X بتساوي وواحد على X تربية لما X برضو بتروح عند الصفر نفس الحكي رح نيجي نشوف من اليمين ومن اليسار فالليمت لوحد على X تربية لما X بتقترب من زيرو من جهة اليمين والليمت لوحد على X تربية لما X بتقترب من صفر من جهة اليسار حسبق نفس الحكي الواحد على X تربية هي من الرسمات المعروفة معنا دعونا نجي نرسمها اللي رح تطلع معي هيك بالربع الأول هي والربع الثاني تعال اخذوا من صفر من جهة اليمين يعني أكبر من الصفر بشوي يعني هون هيك رح يطلع معي بساوي ما لا نهاية وأقل من صفر بشوي هون يعني هيو هيك رح يطلع معي برضو ما لا نهاية إذن المت لواحد على إكس تربية لما إكس تقترب من الصفر شو بيساوي ما لا نهاية شو السبب لأنه الليمت من اليمين طلعت معنا مالها نفسها الليمت من اليسار تمام نشوف شفي عنا تمام سؤال نحكي لنا هون أفل إكس اللي بتساوي عندي لن الإكس بدو ندرس الاقتران لما إكس بتقترب من مين لما إكس عنا بتقترب من مين من الصفر خلونا نشوف نفس الحكي رح نعمل نفس الحكي هون رح نشوف لما إكس بتقترب من الصفر من جهة اليمين ومن الصفر من جهة اليسار إذًا، الميط لن X لما X تقترب من صفر من جهة اليمين والميط لن X لما X تقترب من صفر من جهة اليسار حسن رسمة اللن من الرسمات التي نعرفها هي هذه هي الرسمة اللن لدينا هنا فهذه النقطة أحداثياتها 1 بِpetto SPP كما نعرف تمام حسن الميط لن X لما X تقترب من صفر من جهة اليمين نرح نتطلع لنا على الصفر نأخذ بنشوف عدد أكبر منه الأعداد يلي على اليمين فبنتطلع اللي هم منازلين لتحت صح حيشوفوا هون كيف هيخدوا عدد صورتوا انزلوا انزلوا لتحت إذن معناها هون شو معلها بدأت ساوي سالب ما لا نهاية تمام طيب لو بدنا نطلع على الـ X لما بتقترب من مين من الصفر من جهة اليسار يعني هون بنتطلع لأعداد يلي هون هون ما في عندي اقتران معرف على هاي المنطقة صحيح؟ إذن بما إنه ما في اقتران إذن does not exist تمام واضحة نجي نشو شو في عندنا كمان بحكي لنا هون في عندنا اقتران لو اكزامبل بدنا نوجد بحكي لي قفل X وتساوي 2X على X-3 بدو يعني اوجد اللمت لما X بتقترب من 3 يعني بدو صلوك الاقتران لما X تقترب من 3 نفس المبدأ بنشوف لما من 3 لليمين من 3 لليسار خلونا نشوف اللمت للـ 2X على X-3 لما X بتقترب من 3 من جهة اليمين لما X تقترب من 3 من جهة اليمين أنا باجي بأخذ عدد أكبر من 3 بشوي فلو إحنا نجي نأخذ عدد أكبر من 3 بشوي وتيجوا تعاوضوه في الاقتران يلي عندكم البسط ماله رح يكون موجب أكيد ليه لأنه 2 موجبة والعدد الأكبر من 3 اللي هو قيمة X رح تكون موجبة طيب بالنسبة للمقام أنا بالمقام عندي X-3 يعني أنا عندي عدد أكبر من 3 عدد أكبر من 3 ناقص 3 فعدد أكبر من 3 ناقص 3 أكيد رح يكون الجواب موجب إذن معناها هاي شو رح بتساوي ما لا نهاية طيب ليش هيك عملنا ليش ما لا نهاية إنتوا لما تيجوا تأخذوا X تقترب من 3 من جهتي اليمين أنا ما باجي بأخذ 3 واحد بالعشرة وتلات اثنين بالعشرة وخلاص بوقف ممكن أخذ 3 مثلا واحد بالمية ثلات واحد بالألف يعني أنا عندي فعليا عدد لا نهاية من الأعداد اللي بتقترب من 3 بقدر أعوضهم في الاقتران فكل عدد رح يعطيني قيمة موجبة فهذا الحكي رح يطلع معي الجواب ما لا نهاية تمام هيك؟ تمام نجي نشوف لما X تقترب من 3 من جهة اليسار اللي مت للتنين X على X مينس 3 لما X تقترب من 3 من جهة اليسار شو بتساوي حسا X تقترب من 3 من جهة اليسار البسط أكيد أكيد رح يكون موجب X أقل من 3 بشوي احنا بنحكي يعني 2299 مثلا 2299 تمام؟ فهو عدد أقل من 3 لكن إشارته موجبة فالبسط أكيد رح يضل عندي موجب بالنسبة للمقام عندكم عدد أقل من 3 بشوي ناقص الثلاث أكيد أكيد رح يطلع معي المقام سالب فعندكم عدد موجب على عدد سالب سالب إذن الجواب رح يطلع معي سالب ما لا نهاية ليش حكينا سالب ما لا نهاية لأنه إحنا حكينا أعداد اللي بتقترب من 3 من جهة اليسار أعداد لنهائية أنا بقدر أعود وبالتالي كل عدد رح يعطيني قيمة سالبة إذن معناها يقترب من سالب ما لا نهاية سوف نكمل نشوف شو في عنا تماما سؤال سوف نقول لنا هون قفل X اللي هي بتساوي لين 2 ناقص X بدو يعنا عند X بتقترب من 2 من جهة اليسار هسا أول إشي أول إشي أنتو بتعرفوا إنه لن الـ X كيف نرسمها لن الـ X هيك رسمتها صح؟ بس هسا بالبداية إحنا لما نشوف مثلا معامل X عندنا مش موجة بواحد الإنسحابات اللي إحنا بنعرفها لازم نعملها لما يكون عندي معامل X موجة بواحد ففي عندكم طريقتين إما بتحلو من دون ما تعملوا معامل X موجة بواحد بس تنتبهوا على شغله وإما رح تعملوا معامل X موجة بواحد وبتمشوا على الإنسحابات اللي إحنا بنعرفها خلونا مثلا إحنا نيجي نمشي نجرب بدنا نعمل معامل X موجة لن يجي منحكي لين منطلع السالب بره رح يصفي عندي X ناقص 2 صح هاي جربوا دخلوا السالب رح يعطيني سالب X زائد 2 يعني ما عملنا اشي حسا وقتها هون رح نرسم لما تيجي ترسموا انتو عندكم لين الـ X هيا هاي رسمناها هون صح حسا هون احنا عنا بما انه السالب جو الاقتران اذا شو رح نعمل رح نعمل انسحاب انعكاس للصادة لمين لين الـ X فرح تصير عندنا هيك ليش لانه السالب جو الاقتران حكينا السالب بره الاقتران انعكاس صادة السالب جو الاقتران لا السالب بره الاقتران انعكاس صينات جو الاقتران صادة فهون عكسنا لين الـ X لين باتجاه الصادة ناقص 2 عادي هسا منمشي على القواعد ناقص 2 انسحاب لليمين بمقدار وحدتين فهيك هصير تمام هاي هيك رسمة مين هاي رسمة اللين اللي هي 2-X طبعا هاي النقطة احداثياتها واحد سفر هسا هسا لسا انا ما بلجت احل بس بذكركم بالرسم هسا فيه طريقة تانية انه انتو ما تيجوا تعملوا معامل الـ X سالب موجة بأسفل يعني بعادي بتحلوا عادي لين 2-X هاي ها شفاي لين 2-X فيه شو بروحوا بعملوا رجوا برسموا لين الـ X هاي لين الـ X لين الـ-X هاي لين الـ-X هسا احنا عنا لين الـ-X زاء 2 صح فالمفروض احنا نعملها انسحاب لليسار بمقدار وحدتين بس هون احنا حكينا الانسحابات ما بنيستخدمهم الا لما يكون اللي هو عندي معامل X موجب فهون انا عندي لين السالب X زاء 2 ما بعملها انسحاب لليسار بمقدار وحدتين خلص مما انه زاء 2 لليمين بمقدار وحدتين فبصير عندي الرسم حيلا تمام تمام هاس نجي نكمل احنا رسمنا الرسمة طلعت معنا الرسمة زي ما بتعرفو هيك اللي هي طلعت الرسمة بهاي الطريقة طبعا هون واحد سفر كان طالب مني لين التنين ماينس X لما X بتقترب من التنين من وين من جهة اليسار بروح منطلع عند التنين اللي هي هون التنين بعد الواحد التنين من جهة اليسار بس اعينها هاي التنين التنين من جهة اليسار يعني قبل التنين قبل التنين الاعداد شما لهم هاي هون بنزله بنزله تحت اذا معناها السالب ما لنهاية اذا ثنين ماينس X م X تقترب من التنين من جهة اليسار اعطاني سالب ما لنهاية تمام يا جماعة واضحة كيف رسمنا الرسمة تمام ما انه ما في اي سؤال خلونا نطلع ورود ندخل ع نفس الرابط